بسم الله الرحمن الرحيم جيل الالفين وثبعة والالفين وثمانية يا حياكم الله في حصتنا الخامسة من التأسيس القوي في مادة الكيمياء اليوم عنا مواضيع كثير سهلة وبسيطة بتهمني في مثلا الوحدة الاولى من مادة التوجيه وبتهمني في الوحدة الرابعة برضو بمادة التوجيه ورح نتطرق لمواضيع انا اخترتها من الصف التاسع والعاشر ليش؟ لانه استاذ لما تتعرض الى بالتوجيه بتحس انها مر عليك اه انا اتذكرتها انا اخذت عليها انثلة اكثر وصار عندي اساس منيح بحيث لما اشوفها بالتوجيه امر عليها اكون خلاص هاي الموضيع يعني بسيطة بالنسبة لي لما نحكي انواع الروابط هلا في علم الكيميستري يا شباب يا صبايا كثير في عنا انواع للروابط انا اخترت لك المواضيع اللي بتهمني بتهمني في شو؟ في التوجيه هو انت فاي التوجيه تصير عالم طبعا في المواضيع اللي انت رح تخذها ولذلك اخترت لك بعض المواضيع اللي بتهمك في مادة التوجيه مثل لما نحكي الرابطة الايوني وين مرت معكم الرابطة الايوني؟ اكيد بتعرفوا الصف اللي اخدتوا فيها الرابطة الايوني لما انا اجيب لك شو يعني رابطة الايوني؟ اتذكر معاي هي رابطة تنشأ بين ذرتين مختلفتين في المقدرة على كسب او فقد الالكترونات كيف يعني؟ يعني بالعربي واحدة في لز واحدة غير في لز واحدة بتكسب واحدة بتفقد ايش؟ الكترونات وتكون بين ايوني هاتين الذرتين الموجب والسالب الشحنة هاي الرابطة بتكون بناتهم فتنشأ قوة جذب كهربائي بينهما تنشأ بين فلز زائد لا فلز واحنا اخذنا الحصة الماضية الجدول الدوري وحددت لك الفلزات واللا فلزات اللي ممكن من خلالها انك ايش تتفيد من الرابطة الايوني مثل مركب NECL هلال NECL لو جينا عليه هذا موجب هذا سالب هذا العنصر وفلز ولذلك ويفقد والبكساب وعبارة عن بفقد اما السي هو عبارة عن لا فلز من المجموعة ايش السابع ولذلك الرابطة الموجودة بين ال N A والسي هي رابطة ايوني رابطة ايش ايوني نسميها ايونيك بون مثل KBR لو جينا لKBR الك من الفلزات مجموعة الاولى من القلويات اما ال BR هالوجين والهالوجينات موجودين وين موجودين في المجموعة السابعة ارجع للجدول الدوري تجد انه KBR الك من الفلزات والBR من الحالوجينات تمصلنا في لا فلز ولذلك هاي الرابطة بناتهم هي رابطة ايونية رابطة ايش ايونية اذا الرابطة الايونية كيف تنشأ تنشأ بين فلز بفقد الكترون او الكترونت بشكل عام او لا فلز مثل 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 KBR مثل مثلا مثل مثل هلال ال اي الليثيوم من المجموعة الاولى وهذا فلز وهو موجب اما الفلور الاف وهو من المجموعة السابعة المجموعة السابعة ما لها هاي المجموعة هي عبارة عن هالوجينات والهالوجينات تصنف على انها لا فلز اذا بديك تعرف انه لم يجتمعين دي فلز مع لا فلز مع بعضها البعض واحد فيهم بيفقد دائما الفلز ولا فلز بكسب هذا شحنة موجبة هذا الشحنة سالبة اذا هما مختلفين في ايش في الشحنة احدهما سالب والموجب اذا هاي الرابطة هي رابطة ايوني ايونيكم تمام طيب نيجي للرابطة التساهمية الرابطة التساهمية شباب راح تمر معنا في الكيمية العطوية راح عطيك عليها امثل الآن كتير تحت وتشوف كيف راح يكون عنا موضوع التساهمية هلا الرابطة التساهمية تنشأ بين لا فلز مع لا فلز شو بتختلف عن الايوني الايوني كانت فلز بفقد مع لا فلز بكسب هون مع لا فلز مع لا فلز حلو وتنشأ هاي الرابطة مركب يسمى تساهمي او لاسم القديم جزي او اسم القديم ايش جزي اذا هي تنشأ بين لا فلزات تسمى رابطة تساهمي رابطة ايش تساهمي الان نخذ عليها امثل كتير تحت اما الرابطة اللي بتهمني كمان راح نخذها بالدرس الاول بالوحدة الاولى في مفهوم اسم وفهوم لويس وايون اسمه ايون الهايدرونيوم ايضا في الوحدة الاولى رابطة تسمى تناسقية رابطة ايش تناسقية طيب وهو نوع خاص من الرابطة التساهمي هلأ التناسق هو جزء من التساهم جزء من مين من التساهم تنشأ بين ثرتين شوف الفرق احدهم لديه فلك فارغ شحنة موجبة والاخر عنده الكترونات زائدة منسميها الكترونات غير رابطة غير ايش غير رابطة اذا انا عندي فلك فارغ وراح يعني نتوسع في هذا الموضوع بمادة التوجيه افلاك الفارغ بموضوع لوس حديدا موضوع لوس راح امر معنا موضوع ايش موضوع الفلك الفارغ اذا التناسق مادة لديها فلك فارغ ومادة لديها زوج من الالكترونات غير رابط منسميه زوج زائد بيكون شحنة سالبة اما الافلاك الفارغة بتكون عند شحنة موجبة مثل البورون والبريريوم هذا من وضحه في درس لوس ان شاء الله تعالى بمادة ايش التوجيه انا لما احكي لك يا اسر شو يعني تناسق بتقولي التناسق جزء من التساهم حلو طب شو الرابطة التناسقية رابطة تنشأ بين مادتين واحدة فيهم عندها فلك فارغ واحدة فيهم عندها ازواج من الالكترونات غير الرابطة منسميها الكترونات زائدة الكترونات ايش زائدة طيب عشان نوضح اكثر مثال لما يتفاعل او تتفاعل الان اتش ثري هلاثرت النيوتروجين عندها زوج من الالكترونات غير رابط او غير رابطة اما الاتش بلاس هذا فلك فارغ لما تجين الهايدروجين عدده الذر واحد تيجي توزع توزيع الكتروني وان اس وان انا هذا مش مطلوب منك انا بوضح لك اياه طيب لما يكون اتش بلاس موجب اذا هو فقد هذا الالكترون هاي الاس عنده الالكترون واحد اما هو فقد هذا الالكترون بيصير عندك فلك فارغ مسمي امتشام ايو فلك ايش فارغ فهو قادر على استقبال زوج من الالكترونات هذا برضو بناخده وين في الوس بالتوجي لكن هذا المعلوم للتوضيح شو يعني فلك فارغ شو يعني فلك ايش فارغ طيب لاحظ انه النيتروجين ذرة النيتروجين في الامونيا لو جين نرسمها هي عبارة عن هيك وهاي الذرة الرئيسية عندها زوج من الالكترونات غير الرابطة اما الاتش بلاس عندها زوج عندها فلك ايش فارغ فبنتشأ بين النيتروجين والاتش رابطة هاي الرابطة تسمى رابطة تناسقية رابطة ايش تناسقية حيث ذرة النيتروجين لديها الكترونات زائدة الكترونات غير رابطة أما الشحنة الموجبة في الـ H بلاس عندها ماله فلك فارغ ذلك العلماء قالوا عندما يتتفاعل مادة لديها فلك فارغ مع مادة لديها إلكترونات غير رابطة بيصير عندنا رابطة تسمى رابطة تناسقية رابطة إيش؟ تناسقية وهذا الموضوع في توسع بمادة التوجيه في مفهوم حكينا المرة الثالثة رابطة في موجودة في وين؟ في الوس إن شاء الله تعالى طيب تعال معي هون هذا الموضوع بهم لما حكي لك أنواع الروابط التساهمية من حيث قوتها هل الرابطة التساهمية تقسم إلى قسمي؟ تقسم إلى إيش؟ إلى قسمي في عنا رابطة تسمى سيجما وفي عنا رابطة تسمى باي هاي سيجما بوند وهون باي بوند هلأ السيجما هي عبارة عن سترونج بوند يعني رابطة قوية مستحيلة الكسر أما باي رابطة ضعيفة سهلة الكسر وراح نتعامل مع الموضوع هذوين؟ في الكيمياء العضوية في الوحدة الرابعة إن شاء الله تعالى بالفصل الثاني بالتوجيه لما نحكي سيجما هي رابطة أحادية تنشأ من التداخل الرأسي للأفلاك هاي بتهمنيش كثير بدي تعرف إنه السيجما هي رابطة أحادية قوية يصعب كسر أما الباي تنشأ من التداخل الجانب الأفلاك بتهمنيش كثير وهي رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية وهي رابطة ضعيفة يسهل إيش كسر إذن السيجما اسمها سيجما من سين حيث أما الباي الباي بتكون إما رابطة ثنائية إحداثما أو رابطة ثلاثية أو رابطة إيش ثلاثية طيب كيف نعرفهم؟ هلأ في أي رابطة بتكون أحادية مثل الشيئة التو هاي الرابطة أحادية إذن هاي الرابطة بينتهم رابطة إيش؟ سيجما طيب في هذا المركب في إنه رابط باي؟ لا الروابط الباي لازم يكون في المركب إما دابل بونت أو تريبل بونت يعني منسميهم رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية هذول ممكن أنا وإنت نحكي عنهم رابطة فيهم باي وفيهم سيجما كيف؟ هلأ إذا شفت مركب عنده رابطة ثنائية مثل هاي شحطتين يعني إحداهما باي وإحداهما سيجما واحدة باي وواحدة سيجما أما إذا شفت تريبل بونت اللي بالنص بتكون سيجما واللي تحت واللي فوق بتكون باي وراح نوخذ أمثلة كثيرة في التوجيه في الألكان والألكين والألكان كل راح يكون عندنا رابطة سيجما ورابطة باي ومثلين مثل هيك طيب طب عدد روابط باي هون ما فيه فيه رابطة ثلاثية جابوني ما فيه طب فيه رابطة ثلاثية ما فيه إذن عدد رابط باي زيرو في وين في هذا المعسل أما في الأو تو لاحظ دابل بونت أو يعني عندك رابطة ثلاثية إذن إحداهما باي وإحداهما سيجما واحدة منهم باي واحدة إيش سيجما إذن عدد رابط سيجما واحد بينما عدد رابط باي بيضا واحد أن ثري أنتوا عفل عنده رابطة ثلاثية الثلاثية قلنا لك اللي تحت باي واللي فوق باي وهي سيجما إذن عدد رابط سيجما واحد لكن عدد رابط باي اثنين عدد رابط باي إيش اثنين طب تعال معي لهذا المركب لما أنا أحكي لك اتش سي التريبيل بون سي اتش إنت لحالك احكي لي كم عدد روابط سيجما وكم عدد رابط باي في هذا المركب هلا شو باي جي بعمل كل رابطة أحادية هي عبارة عن سيجما عبارة عن إيش سيجما لاحظ أنا عندي إتش والسي عندهم رابطة وهي السي عندهم رابطة ثلاثية وهي سي وهي إتش تمام لما أجي أعد لما أجي أعد بعدك الآتي إنه هاي سيجما مزبوط وهاي سيجما وهي سيجما وهدول الثنتين حكينا باي هدول الثنتين إيش باي طب من الآخر أجيب لكيها من الآخر دايما في الدبل باند بيكون عندك عدد رابط باي واحد باي بتكون واحد في التريبل باند عدد رابط باي اثنين طب السيجما عدد رابط سيجما إلو قانون عدد سيجما إلو قانون عدد الثرات ناقص واحد تجمع الثرات في المركب بتناقص واحد تعال لهذا المركب كم ذرة موجود عندك هون أنا بحكي لك أربع شو تعال أتشاية كربونية كربونية أتشاية في غيرهم إجمع عدد الثرات للمركب عندك إتشتين وكربونتين مشموحهم أربع أربع ناقص واحد إذن عبارة عن ثلاث إذن السيجما بيساوي ثلاث روابط طب الباي ما حكينا الباي هون اثنين حيهم إذن هيك أنا بقدر أحسب لأي مركب عضوي أنا بحكي لك عضوي تمام عدد رابط سيجما و باي عدد روابط سيجما إيش و باي تمام إذن سواء كان روابط ثلاثية بدك تطلع سيجما طلع سيجما إجمع لي عدد الثرات نقص منهم واحد نطبق طب يلا هذا حلنا هياته هايت تفصيل هايت تفصيل تعلثني لحالك الباي كم واحدة باي بيساوي ون قلنا روابط ثلاثي طب سيجما كم عدد الثرات الموجودة عندك هون راح تقولي ستة كيف ستة كربونتين وأربعة شيئة بسم الله عليك هايهم كربونتين وأربعة شيئات يا حلا ويا سندس هايهم طب عدد روابط سيجما بتقولي ستة ناقص واحد بيساوي خمسة بيساوي إيش خمسة أوضح لك كيف هذا المركب هاي سي وعنده ات شيتين هايهم اتشتين وهاي رابطة ثلاثية وهاي سي وعنده اتشتين كل رابطة أوحادية سيجما هاي بال ما عناش أي بروبلم فيها السيجما هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة إذن عدد روابط سيجما كم بيطلعه؟ بيطلع عنا خمس روابط سيجما وواحد باي لأنه رابطة إيش عندك؟ ثنائية الثنائية واحدة منهم باي واحدة منهم سيجما وبس طب تعالى المثال أربعة لاحظ مثال أربعة ما في روابط ثنائية الثلاثية إذن كل الروابط الموجودة مثال اثنين عفوا من هو؟ اللي هو جاي هيك لاحظ ما في روابط إيش ثنائية ثلاثية معناته هذا المركب كل سيجما كده تعمل معه؟ كم رابطة موجودة عندك؟ هاي سي وهي إتش وهي إتش وهي إتش وهي إتش تحكي لهاي واحد اثنين ثلاث أربعة طب ليش الغلبة؟ ما أعطيتك قانون كم ذرة موجودة في هذا المركب؟ دولي خمس أربعة هيدروجينات وكربونة صح للا؟ سي إتش فور أربعة إتشايات واحد كربون صاروا خمس نقص منهم واحد إذن عدد روابط سيجما كم؟ أربعة طب عدد روابط باي صفر عدد روابط باي إيش صفر؟ طيب سي إتش ثري سي إتش دابل بوند سي إتش دو هذا المركب عبارة عن رابطة ثنائية فيه طيب عدد روابط باي بتقول لي يا أستاذ الباي واحد اتفقنا عليه هاي فش فيها جدال طب سيجما اجمع كم عدد ذرات المركب؟ هون كم عندك؟ ثلاث وهون ثنين صاروا خمس وهون عندك أربعة صاروا تسعة مصبوط تسعة ناقص واحد بتقول لي ثمانية سيجما وباي واحدة باي إيش واحدة أوكي؟ إذن في هذا المركب عدنا باي واحدة وثمان روابط إيش وسيجما طيب تعال معي لهون لهذا المركب اقرأ لي سي إتش ثري سي إتش دو سي إتش دابل بوند سي إتش دي عدد روابط باي بتقول لي مهين بيني باي يساوي واحد الآن إحنا البهمنا السيجما فكرة البهمني بالتوجيه العضوية سيجما يلا بتقول لي يلا نجمع عدد الذرات الموجودة أول كربونة عليها ثلاث سي و إتش دي وهون صاروا خمس وثلاث هاي ثمانية وأربعة صاروا طلعش ناقص منهم واحد احداش إذن عندك هون إيش؟ احداش الطالب بيجي بتأكد يلا تعال معي مرة الثانية منهم سي واحدة وثلاث إتش صاروا كم؟ صاروا أربعة وعندك هون ثلاث صاروا سبعة واثنين تسعة وثلاث صاروا اثناش نقص منهم واحد على القانون أو على القاعدة أتوتك إياها بيصير عندك عدد روابط سيجما واحد يلا طب بيصير إنه أنا أحل كل أمثل طبعا لا هاي بدي يكون هومورك نفس المبدأ هاي نفس المبدأ بدي يطلع لي باي و سيجما طبعا ما في باي تقول ليش هون ما نفس الشي ما في باي هذا هومورك وبعت ليه على الواتساب ونزل ليه على الجروب ويعطيك العافية هيك أنا بتأكد إنه أنت إن شاء الله تعالى أمورك طيبة وبتحلم طيب مع العلم إنه في التوجيه راح يكون عندنا بنك أسئلة في 1500 سؤال لكل المد وبرتبين حسب الدروس كيف يعني جيل ها جيل 2006 عمل لهم بنك أسئلة مرتب حسب الدروس خلصنا الدرس الأول في عنده 50-60 سؤال قدرات عليا ومتوسطة ومرتبة لإيش لحل بعد كل درس تشوف حالة ومحلولين وراح أشرح لك إياه بإذن المولى عز وجل لأن الكيميا كلما حليت أكثر بإذن الله تعالى بتكون أمورك كوي وأنا ما راح أخليك تحتاج ولا أي مصدر شو مكان جسيت وزارة موجودة جسيت مادة موجودة وتأسيس موجود وبنك أسل موجود وامتحانات وغراق عمل كله بإذن الله تعالى تقول كيميا أحلى وحد عندك بالتوجيه إن شاء الله تعالى طيب نيجي الآخر موضوع نطيف خفيف في حصتنا اليوم أنواع التفاعلات من حيث اتجاه خدوه راح يمر معنا أو مر معكم في موضوع الاتزام إنه في عنا تفاعلات بيكون فيها السير باتجاه واحد فمنسميه تفاعل غير منعكس أو بيكون باتجاهين منسميه تفاعل منعكس أنواع التفاعلات من حيث اتجاه حدوثها تقسم إلى قسمي في عنا تفاعل منعكس وفي عنا تفاعل غير منعكس هلأ المنعكس أو الغير منعكس تفاعل يحدث باتجاه واحد حيث المتفاعلات تكون النواتج ويتوقف التفاعل ويعبر عنه بسهم واحد يعني أنا كان عندي HCL زائد H2O سهم واحد صار عنا CL- و H3O- هاي المواد المتفاعلة اتفاعلت مع بعض وراحت كلياتها لمواد ناتجة وبقيت بالمواد المتفاعلة الصفر تمام إذن انتهت بالمواد المتفاعلة حيث هذا التفاعل منسميه غير منعكس إذن المواد المتفاعلة كلها انتجت مواد ناتجة فأصبحت المواد الناتجة وانتهت بنسميها استخلكت تفككت تحللت المواد من المتفاعلة وكلها راحت للمواد من الناتجة راحت المواد مثل ايه بيعطينا بي حيث له نهاية هذا التفاعل انتهى المتفاعلات تتحول الى النواتج فقط يعني ما بترجع تتكون وبتروح تتفاعل وبتروح للمواد من المتفاعلة فقط بتروح من المواد المتفاعلة الى المواد الناتجة فتنتج مواد ناتجة فقط تمام حيث ايه بهذا التفاعل المواد المتفاعل طب بي المواد الناتج هذا السهم يدل على أن التفاعل غير منعكس ويسمى بالتفاعل الأمامي نحو اليمين هلأ التفاعلات نوعين في عنا تفاعل أمامي وفي عنا تفاعل عكسي هاي المواد بالتفاعل الأمامي هاي المواد بالتفاعل عكسي لم يكون عنا تفاعل منعكس بالتوجيه بالدرس الأول بعطيك الاتجاهات هاي لما في عنا درس اسمه قوة الحمض والقاعد قوة الحمض ايش والقاعد بنحكي عنه بإذن المولى بمادة ايش بمادة التوجيه تمام طيب هلأ النوع الثاني تفاعل منعكس هلأ التفاعل المنعكس بهمني طرح بيكون سهم رايح وسهم جار هيك أنا بسمى سهم رايح للمواد الناتجة وسهم رايح للمواد من المتفاعلة هون حيث التفاعلات في أوعي مغلق هاي التفاعلات المنعكسة بتكون تفاعلاتها طبيعة تفاعلاتها بتكون في أوعي مغلق لا تسمح بفقدان جزء من المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة لذا المتفاعلات تكون تفاعل أمامي ثم المواد الناتجة تتفاعل عند توفر الظروف وتكون المواد المتفاعلة يعني أنا عندي X زائد Y أعطانا مثلا C زائد D هذا التفاعل مناكس هاي المادة تفاعلت محال بتفاعل مناكسة تطنى C زائد D لكن هاي المادة ما انتهت كيف؟ حيث بترجع بتتفاعل C مع D بتفاعل عكسي بتكون X زائد Y هاي التفاعلات تسمى تفاعلات منعكسة منعكسة من حيث تسمى تفاعل إيش؟ عكسي لما تتكون المواد المتفاعلة بشكل ما بظروف معينة أوكي؟ من أمثرتها إذا شفت السحمين شفت أي تفاعل بسحمين معناته بقولك انه هاي تفاعل منعكس مثل NH4 بلس زائد NO2 ماينس بسرعنا NH3 زائد HNO2 هذا التفاعل كيف عرفت انه منعكس من السحمين؟ حيث هاي المواد فاعلت مع بعضها البعض عطتنا هاي المواد هاي المواد بترجع بتتفاعل عشان تكون هاي المواد طب كيف بتكون هذا التفاعل؟ بتوجيه من أخره في أول درس بإذن الله تعالى بنعطيك كيف انت تكمل التفاعلات حسب في حموض القواعد حسب علماء كثير تفاعل ليس له نهاية هذا كالتفاعل بنتهي المواد المتفاعلة تستهلك وتروح المواد الناتجة بيخلص التفاعل لكن هذا التفاعل ليس له نهاية يحدث في اتجاهين المتفاعلات تكون النواتج والنواتج تكون المتفاعلات هذه الزبدة تطاكل خلاصة إنه المتفاعلات بتكون النواتج جميل طب النواتج بتكون المتفاعلات وهيك التفاعل شو بيكون بيكون خلص تمام مثل اكتب التفاعل الأمامي والعكسي لتفاعل تكوين الأموني N2 زاد 3H2 بيعطينا 2NH3 بس اقلبه بس ايش اقلبه عادي هل ترى علي، هاي N2 زائد 3H2 بعطينا 2NH3 امسك هات، سوي هيك يعني بسرعي لنا 2NH3 بيعطينا N2 زائد 3H2 الأموني اتفكر كتلة نيتروجين وهيدروجين طب فعلي الهيدروجين مع النيتروجين بيعطيك إيش أموني هذا التفاعل أمامي وهذا التفاعل إيش عكسي هذا يمين وهذا يسار يمين الساب يسار السحر، هاي معناه تفاعل أمامي وعكسي، أوكي؟ تمام طيب هيك يا علماء ويا علمات بنصل لحصة اليوم حصة اليوم فيها مواضيع خفيفة بسيطة جميلة جدا وبدي الكل يمشي معاي حبة حبة راح ضايل علينا حصة بعدين بنعمل امتحان شامل ومن ثم ان شاء الله تعالى ندخل في مادة التوجيهي ورسميا بصير اسمك ايشة توجيهي اخر شهر خمسة او اول شهر ستة بتكون الدوسيات موجودة في كل المكتبات بتواصلوا معنا وننطلق على بركة الله اروع جيل واجمل جيل وتذكر انه انت اذا تعبت الان بترتاح اخر السنة لما تكون قربت من الامتحانات وقربت من حصاتي 12 سنة وانت طالب مدرسة وانا معاك من هون لمنصات التدويج في مرحلة الجامعة ان شاء الله تعالى شدوا حيلكم والقادم جميل وجميل جدا وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة